وفي أخبار عجلة منذ قليل أمر ملكي في المملكة العربية السعودية بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة فهد بن تركي بن عبد العزيز السعود وإحالته للتحقيق إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة فهد بن تركي بن عبد العزيز السعود وإحالته للتحقيق وعفاء سمو نائب أمير منطقة الجوف من منصبه واحالتهم عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق دي اخبار عجلة بتأتي من المملكة العربية السعودية وبناء على ما احيل من سموه ليه العهد من ابن سلمان يعني الى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من معاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة وارتباط ذلك بالفريق الركن فادي من تركي وعزيز السعود وسموه الامير عبد عزيز بن فادي من تركي بن عبد عزيز السعود وعالم الضباط والموظفين المدنيين والاخرين هل دي فساد كده زي فساد اللي خلى يقبض على الامرة في الريتس تونى خدمة الفريق قائد قوات الجوية المشتركة بحالته التقاعد مع حالته للتحقيق وعفاء سموه نائب امير منطقة الجوف مع عدد من الضباط والموظفين وتحويلهم للتحقيق بدعاوة الفساد يقع حالة كل من يوسف بن ركان بن هند العتيبي محمد بن عبد الكريم بن محمد الحسن فيصل بعض الرحمن بن محمد العجلان محمد بن علي بن محمد الخليفة تحت دعوة الفساد تكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الإزيمة نائب رئيس ساية الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة مكافحة الفساد استكمال الإجراءات حقيقة كلما ذكر الفساد تحسس المواطنون في المباكة الربية السعودية كل حاجة عندهم حقيقة تخوفا من هذا الصراع الدموي على الحكم هناك